اليوم الحديث إن شاء الله سوف يكون حوله تعريف علم الكلام ما هو علم الكلام؟ طبعاً علم الكلام له عدة أسماء علم مصول الدين علم الأسماء والصفات علم التوحيد علم العقائد أو العقيدة ونحو ذلك من التعابير المطروحة في الكتب ومصنفات ولو ما الإسلام وهذا العلم طبعاً علم مرتبط بالمسلمين علم يرتبط بشكل رئيسي بالمسلمين طيب ما هو هذا العلم؟ ما هو تعريفه؟ التعريف الذي أجده صحيحاً وصادقاً على علم الكلام بشكل دقيق هو أن علم الكلام علم يتكفل إثبات العقائد الإسلامية ودفع الشبهات عنها علم يتكفل إثبات العقائد الإسلامية ودفع الشبهات عنها ودفع الشبهات عنها